هذا وأعلن مجلس الوزراء الكويتية اليوم ولي العهد صاحب سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباحة أميراً لدولة الكويت وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن مجلس الوزراء الكويتية عقد اجتماعاً استثنائياً في قصر بيانة برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباحة رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى أحمد الكندري بأنه عملاً بأحكام الدستور والقانون الكويتية فإن مجلس الوزراء ينادي بولي العهد صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباحة أميراً لدولة الكويت